تفضلي مدام إيمان إيه دا يا جليل؟ شوية ورق على فلوس لقيتهم في قودة 114 114؟ أيها وجايبة الظرف والدولارات كده عادي؟ حاجة ما تلزمنيش أدخل حرام على أولادي ليه؟ إنت المهفضلة مرات الحاج إسماعيل عايزين؟ الحاج إسماعيل وقع من طوله وخد نقض دينار مستشفى أمه أحمد أمه أحمد أمه أحمد أمه أحمد لا يا عوام إنتي طول الدوعة تندحي علي خلي ابني كتل ابن العدة ويطلعها على بيت عماد مع الشروق عندي مشوار مهمة قوي لازم أعماله تعالي هاجة راحة فان مشوار إيه وتسيب اللقمة عيشك مشوار مهمة قولي ربنا يسترها ربنا يسترها ربنا يسترها ربنا يسترها لو سمحت يا باشا عايزة عرف اسكين جوزي جوه لا لا اسمه اسمائين عب واحد واليش عرف يا إزيج ملمي لي عزيج اللي جوه هم اللي عرفوا طب أنا هعرف اسكين كتر بره هم جوه لا توجد بني ليه ولا لاني عدك حق لو سمحت يا باشا عايزة عرف اسكين جوزي ميرو اسم اسمائين عب واحد ايه عايز ايه جبتلك دول لو سمحت استهنم وأنا عايزة عرف اسكين جوهول لا اسمه اسمائين عب واحد ما تستنى يا ست مش الفاهر باكلمها حضر يا ستة خش شوفولك ماذا؟ هاي أحسن من عينيه بقولك أمك مشيت ولا لسه قعدة لسه هتمشي بكرة مش هترجعي بقى لما تب بتمشي أب برجع محاشتين يا بيت انت أوحش بقولك سعدي يا أختي طب من ايه على سمعين بس ان شاء الله ان شاء الله هي هترجعلك ماشي انت أمك عايز اتطمن على اسمعين شليكي في حالك يا أختي ايوه يا ستة عم اسمعين نام جوه طب هم زميله جابوه علي هنا وانا مش عارفة ماله وهو ايه اللي جراله يا أختي شوفتي هديكي جبتي لنفسك واجعي الدماج هتخليك محضر خير يا أخوي الله عايز اتطمن على جوزي مقدر بصور لك وهديلي أنا جرى ايه يا ستة دي جازاتي انه قلتلك اللي جوه صدقوا ان انت وليتين قلالات أدب وفعش معاكو الزوق فكروحي اختف جنانتي الأسماك انت وقوع ايه يا ستة انت بزعيل ايه انت مش عارفة ان انت هنا في عينيها مركزة انا عارفة باشا بس انا جوزي جوه وليتين دول مش عايزين يطمنوني عليه طلعوا الستة دي مرة سعيد ان ده للأمن ليه باشا هو انا غلط ان انا عايز اطمن على جوزي الله هوا فيش حد هنا في المشاشفة دي بيبن الريلت ومش بيدي هادمين ولا ايه لا دي انت شاشوها بصحيح ايه رأيت بقى ان انا مش هخرجك انت بس لا دي انا هخرج ولي كمان من غير علاج ما انت في نعمة مش حسابية جوز هاسم اسماعيل عبد الواحد يا دكتور هاتلي تذكارة خروج وطلعوا الى برا اه بوسي ايدك لا يا باشا خلاص انا حمشي حخرص خالص بس ما تخرجوش هوا من غير ما يتعالي انت تفهمي في التب خلاص اتفضالي رواحي والجاعد معادي زيارة يلا اتفضالي اتفضالي امشي انت فين يا محمدة دا الفندق مقلوب عليك ليه خير فيه ايه ما عرفش بس المدير طلبك يلا فيه هو انت عملت ايه انا ما عملتش حاك روح اودي العربية دي المغزن وبيعي انزله انزل انت للمدير وانا حاودي العربية المغزن اصلهم بيقولوا انك لقيت فلوس كتيرة قوي بس تلعت ناقصه ناقصه دا اللي انا سمعته وبيقولوا كمان ان الفلوس دي بتاعت واحد مهمة قوي انا اللي لقيته وديته ما انا قلتلك جو الامانة والشرف ماينفعش في البلد دي لو كنتي جبتيهم وقسمنهم زي ما بنعمل ما كانش حد داري بحاجة عالعموم لو قبضوكي بقيديني خمسة جنيه بتاعتي وهيقبضوني النهاردة ليه دا القبض بكرا هيقبضوكي عشان حيمشوكي يلا اتكلي على الله ربنا معاك يلا بقى يا امراض ابويا عايز اخش الحمام ما لك فيه؟ ما لك ما تتنصع زي الارد كده ليه؟ عايز اخش الحمام؟ مش قادر تستحمل صح؟ ما كنتي اخوة ينزل الجامعة مش كافية بتحمل عرفة ما عليش ما عليش ما عليش ما عليش ما عليش ما عليش ما انا مستحمل اتصبح اولاي وعمل لك خدام انت وابوه جاهدكم اعرف انت جليلة اللي كنت في مئة واربعتاشر ايو يا باشر بس انا كل اللي لقيت وسلمتو طيب طيب اهدي بس اسعدت الباشر انا من الشغل انا دي بصرف على ولادي عندي ولد وبنت منتي في كل ايتي الصيدالة وابني في الجامعة المفتوحة يعني لا يمكن امد ايدي وافتحيالي ومين انظر كده يا مادام جليلة حيان عارف متأكد ان كل اللي لقيته سلمتي صحيح ايوه صحيح يا مادام جليلة مستر توماس اليكساندر هو المدير الاقليمي لسلسلة فناديقنا هنا في مصر وفي الحيان هو الجسد اللي كان نازل في غرفة مهة واربعتاشر ولما عارف مدى امنتك صامم انه يجي شكورك ويسلم عليك بنافسي لديك صحيح يا مادام جليلة ويساعدنا في مصر ايدي ايوه هناك 100 دولار كم ريكمبانسة لا يا باشف كانوا اكتر من كده انا للاقي دو سلمتو ايه يا مادام جليلة مستر توماس بيعبرلك عن ماذا ساعدت باامنتك والمت دولار ديئ مكافأة بسيطة منهم أما مكافئتي أنا فأتكون مفاجأة سعيدة ليكي بإذن الله ألف حب دو ألف شكر لك يا رب وعندك واحد كشر للمعلم جورج وصلحه بفضل يا رئيس استغفر الله العظيم يا رب يا عم جورج أنا أعمال لك الكشرة المخصوص لك أنت بتحبه أنا لبيلات ويدو تيني تشوفوني كوشش تيني تشوفوني كوشش أحسن أنسان أنسا ساعة سنة ساعة سنة ساعة سنة تساعة سنة سنة ساعة سنة ساعة سنة ساعة ساعة دوز أحسن للمسال في كل مهم علمي موسيقى красиво ب bli ارجوة لا يوجد تعليقات لا يوجد فرض هذا شابك درق شرط نحن ايه في ايه؟ لما هدوم يكون راح على فيه؟ رايحة شقيت يا فرغالي بص بقى أخدمك انت وابنك واخسلك انت وابنك ماشي لكن غير كده لا استني بس ايه اللي حصل؟ امتقي؟ صبحك تبس تحمى؟ فتحت الباب ليت سلامة بيبص علي لا سلامة ما يعملش كده خلص يا فرغالي انا بقى بتبلع على ابنك المرة الجاية يا حبيبي هبقى سيب الباب مفتاح عشان سلامة يبقى يبص براحته ياولي يا عيب كده اختشي عيب عليك انت واختشي على دمك انت وابنك ما تجوازه سلامة ايب يا عيب انت كنت واعيف قدام باب الحمام الصبح وامرات ابوك دوة؟ اوه اوه بعد انت ساعتين استحمى بتبص على امرات ابوك يا ناقص ايب يا عيب انا بص على امراتك برضو مال كنت واعيف قدام باب الحمام بتعمل ايه؟ هي انا كنت واعيف قدام باب الحمام انا كنت بس هو عايز قشت الحمام واي قاعدة بابه اكتر بالزاعتين وامر خبط عليها كل شوية مش عاوزة ترد بص يا سلامة هيا دي مش نفع ده لازم تشوف لك حتة تقعد فيها انا كنت عامل ادي اخرتها بس مراحبة ام انا ما بصت عليها خلاص يا سلامة يا اكتة المتغلق بعد ايه با؟ انا هسيب لك الدكات وروح اشتغل في العتبة مالي شو عادل انتم بقلكوا كتير عاديل لوحديكم؟ مش صبت الله اولا اموكو رحت فيه؟ في واحد من زميل ابوية في الشجل جالها وراحت معا جال غريبة طب انتم كنتوا؟ لا طب كله انا ماليش نفس ابدل ساعد حتة اصله واجعين لا يا حبايبي كله انا شبعت خلاص كله طب كله انا شبعت خلاص انا شبعت خلاص انا شبعت خلاص انا شبعت خلاص موسيقى موسيقى يا عزي أهلاً سلامة مش هعطالك هم كلمتين بس عايزة أقولهم لك وبعد كامش هشوفوا وشي تاني إلا إذا ربنا أراد خير أنا ماشي وهسيب الحارب وحبيتها ودعيك حاكم اللوع نصيب تروح وترجع بالسلامة أنا محبيتش حدي في حيادي غيرك يا عزي ولا أحبك بلوش لازمك كلام ده يا سلام اسمعيني بس إلى أخر أنا ظلمتك قوي يا عزة معي ساعة بصحة من النوم أعيط أخبط دماغي في الحيط وعرفت في روحي بس هعمل إيه بقى ربنا خلاني كده وخي على قتل بلوش لازمك كلام ده يا سلام أنا عاوزك تسمحيني يا عزة مش لازم دلوقتي براحتي بس عرافة ده أنا وربنا كتابة أبنها تنصف وارجع الحارة تاني هرجع عشاني كده بس ساعة هحط كل اللي كسبت تحت رجليك لكن لو ليدك اتجاوزتي هكذا هكذا هكذا